عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعوضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية واشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعوضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور لدفع العمل بتلك المشروعات شهد الاجتماع الإشارة إلى العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعوضات المطلوبة وفي هذا الصدد تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالية 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها طبقا للمخطط وقد أتيحت اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات